السلام عليكم ورحمة الله برح كانت مباراة مهمة جدا بين فريق زمالك المصري والمصر بالسعيد المصري ايضا في الدوري المصري الممتاز وفاز فيها الزمالك بهدف مقابل لشيء للنادي المصري والمباراة نقلت على وعلق عليها حاتم بطيشة ومؤمن حسن على القناة الصرطية التانية والبطيشة على القناة الصرطية الاولى من غراها بدأت في تمام الساعة تمانية بتوقيت مصر وساعة تسعة بتوقيت السعودية وساعة ستة بتوقيت جيرتش على ملعب برج العرب زمالك فازفوز صعب جدا بالامس ولكن الهدف كان هدف جميل طبعا كانت اول مباراة لجيم باتشيكو جيم باتشيكو مدرب الزمالك الجديد لسا ما حاتش اختبره لسا ما حاتش عارف بالزبط اي دوليجيات وافكاره لكن هي كانت بداية مباشرة بالخير المباراة كان حصل فيها جدل وتدخل فيديو في حسم نتيجة مباراة بعد ما احتسب ضرب الجزاء للزمالك وتصدى لها محمود على هدف واحرض منها هدف الزمالك الوحيد وانا الملاحظ ان محمود على في الفترة الاخيرة اصبح هو هدف للزمالك ده شي جميل بفقرنا ببرايم موزي في زمان كان برضو في خط الدفاع وكان بهداف مره بالرأس وكان بيحرز كان مدخص في دربة بالرأس وكان بيحرز الاهداف بدربة الجزاء وطبعا حدث احداث شغب واحداث بسيرة ضد فرجان الساسي وتعرض للطرد في النص في الشوت الاول واعترض اعترضات كبيرة بشكل غلاق على حكم والله همين عمر الساسي لما انطرد اعمال ربكة في خط الدفاع فاضطر بتشيكوا ليدرات ابديد دفاعي مع بداية الشوت التاني وطبعا الدفاع لما لما اطرد ساسي والدفاع نزيل واحد مكان صناعة الفرص الهجوم والضغط على فرج النادب مصري من كبير الزمالك ما كانش كتير فدي جلل من فرصة الهداف ولكن قوى من دفاع الزمالك وتمسكه في المباراة ودي كان مهم يعني لكن كان في أي وقت الزمالك كان ممكن يتعادل المصري بهدف لكن قوة الزمالك وصموده ودفاعه القوي استمر بهذا الفوز لنهاية المباراة الزمالك بهذا الفوز أصبح معه 64 نقطة ورصيد المصري برسعيدي بجعت 33 نقطة كما هو في المركز التاني وسيزال في المركز التاني دوما أما نادي المصري برسعيدي فهو في ترتيب المركز الترتاشر في الدوري المنتاز طبعا الحدث الشغب بعد انتهاء المباراة وحضر المشاكل نتمنى ان هذه الصورة تنتهي من يعني من المشهد خالص نهائي احنا في حاجة نشوف بعد نهاية المباراة الناس تكون يعني فيه وده وحبه منه وبعضين وفيش اشتباكات اشتباكات ما فيش مشاكل يعني هذه الصورة المفروض تنقرد من الملاعب المصرية تماما المشاكل المشاكل اللي حصلت بين لعبي بورسعيد ولعبي زمالك حصل فيها تطورات جامدة امتدت للشبكات بينهم وبعض حتى وصول غرفة الملابس ودخلت الشرطة في الامر يعني لما يكون فنان ونجب كورة والشرطة تدخل لعب المصري اعتدوا على المصورين داخل الملعب المباراة وهددهم بكسر الكاميرات ومسح الصور اثناء المشادة بعد توصلكم بتفاصيل يعني الصحفيين بيقدوا دورهم اعتد عليهم يعني انا صحفي والنازل اغطي انا بقى بصور انت ليه وصلت نفسك لمرحلة زي دي دعلا الصحفة عايش وتاقضوا الكاميرا وتقصرها متة ما يتعملش كده اساسا او كوات الداخلية يعني حسمت الامر وبرغم ذلك ان محمد ابو جمل الحرس اللي زمالك اعتد زان oldfarad الامن واقد ان مشهادته مع muita affalad الامن كانت دون قصد يعني الرجل ما كانش يكسب. زمالك اه وجع يعني غرامة على ساسي وصرح بها مرتضى منصور اني اه توقيع غرامة على الفرجان الساسي لعب وسط الفريق غير مزبوكة في تاريخ كرة القدم وصرح لقناة واحدة القناة الفضائية ووقعنا غرامة على فرجان الساسي لم تحدث في تاريخ على الفضائق اللي اتعلم ان نادي زمالك لا يوجد به مثل هذه الصرفات وجاء المرتضى منصور اه لن نعلن تفاصيل العقوبة التي واقت على فرجاني لكن الخطأ الذي ارتكبه في المباراة كده يكلف في فريق المركز الثاني في الدوري والمؤهل لدوري ابطال افريقيا وايضا هناك اهمية للمباراة كونها الاولى للجين باتشيكو فرجان الساسي اه 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 اشياء كتيرة جميلة اه اشياء كتيرة غير جميلة لكن الحمد الله زمالك ما زال محتفظ باه اه مركز تحية تدقو